يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في برنامجنا الذي نتحدث فيه عن بعض المثلائي الطفل تحدثت كثير من البرامج والكتب عن الطفل وأيضا البعض تحدثت بسمعت رسائلا جامعية ورأيت برامجا إذاعية وتلفزيونية وأيضا قرأت كتبا كثيرة تكلمت عن المرأة في معركة الطفل لكن حقيقة يعني البعض من هذه المقرؤات أو المسموعات وجدوا يركزون على شيء واحد وهو على الحوراء زينب بطلة كربلاء بلا منازع ولكن كانت هناك سيدات أخريات في معركة الطفل رغم أن دورهن أبدا إطلاقا ألبتة لا يدنوا لا من قريب ولا بعيد من دور الحوراء زينب أبدا ولكن نحن نذكرهن كمشاركة ولا نقول بأن لهن كان دورا أكثر من دور الحوراء زينب ولكن هناك مواقف كانت لهن في معركة الطفل أولا الإمام الحسين عندما خرج من المدينة استحب معه 42 امرأة من أهل بيته منهن البعض زوجات الإمام علي ومنهن بنات الإمام علي ومنهن بناته وزوجاته وبنات الحسن وبالتالي وزوجات أبنائه أيضا وزوجات أخوته وبالتالي كان عدد النساء السيدات 42 وأيضا من الجوالي حوالي 10 ومن الأطفال وبالتالي البعض يوصل العدد إلى 62 عشرة من الأطفال وعشرة من الجوالي 42 من النساء والبعض يقول له 52 امرأة أنا أعتقد أنه يعني ما قرأته بأنهن كنا 62 امرأة ما بين نساء أهل البيت وزوجاتهم وبناتهم 42 وعشرة أيضا من الجوالي وعشرة من الأطفال هكذا يقول بالإضافة لا تعرفون أن أغلب الذين التحقوا بالإمام الحسين من غير آل البيت طبعا هو كان أخوته وأبنائه وأبناء الإمام الحسن هؤلاء هم الذين جاءوا لكن طبعا عند دخوله العراق طبعا هو عندما خرج وهذه أذكرها أكثر من مرة عندما خرج من المدينة كان قد التحق به بعضا من الحجسي ولكن بمجرد أن وصلوا إلى زبالة الحدود العراقية مع الحجاز وسمع الإمام الحسين بأن رسوله مسلم الدعقيل عليه السلام قد استشهد قال لهم خذوا الليلة جبلا واذهبوا يعني أنا رأيها الآن أصبح الموضوع غير شيء هم بردون رأسي فأنتوا روحوا فقسم من الحجازين عادوا ولكن هناك خمسين رجلا كوفيا التحق بالإمام الحسين كل قتل الطف من الرجال هم فقط آل البيت خمسين حوالي 22 من أبنائي وأخوة الإمام الحسين وأبناء الإمام علي عليه السلام وخمسين من أهل كوفا 72 يعني شهداء الطف خمسين من أهل كوفا و22 من أهل البيت لأن هؤلاء الخمسين هؤلاء الخمسون هم الذين علموا وشاهدوا الإمام الحسين وكان الإمام الحسين قد وصل إلى الكوفا انتهى الحكم الأموي وهذا يقولها للمرة المليون اتركوا هذا الكلام السيء المجرم أن أهل الكوفا غدروا بإمام الحسين أبدا سووا مسلحة وحاصروا لأنه بن زياد من جعله يزيد واليا على الكوفا بعد النعمان بن بشير الذي لم يقتل مسلم الدعقين أول شيء إجاب الحيلة مال مالا فتصور أهل الكوفا لهذا الحسين فخرجوا عن بكرة أبيهم هم الذين كانوا يصلون وراء وراء مسلم الدعقين فقال البزياد ما هذا هم خرجوا أهلا بابن بنت رسول الله أهلا بك لتقودنا قال هذا يعني لو الحسين وصل لنتهى الحكم فأول شيء وصل اعتقلكل قادة العشائب وقادة الرأي وحاصر الكوفا ووضع مسالح على كل طريق وبالتالي لم يعلم أهل الكوفا مسجونين لبعض منهم وأيضا منع تجاور ذلك مسلم بن عقيل ظل ينتقل المكان مكان بيوت مسدودة حتى أعطى جائزة وجاهد ابن طوع وكانت جائزة عظيمة فابن طوع وشابه وحصلت عملية استشهاد الإمام مسلم بن عقيل من قبل ابن زياد ورماه من على بيت الإمارة إذن هناك كثير من النساء نعود لهذا الموضوع أنا أحاول هذا البرنامج خصا في هذا البرنامج اللي في الأيام أنا أركز على أناس أنا في برامج في فضايا أخرى تكلم عن قضايا أخرى تخص الطف ولكن في هذا البرنامج أركز على بعضا من الذين أغمطهم التاريخ وأحمله ولم يعطيهم حقهم أولا بنات الإمام علي اللواتي كن مع الإمام الحسين هن أربع وليس كما يتصار بعض الحوراء زينب كانت خديجة وم كلثوم وزينب ورقية أربع أفا وفاطمة البعض يقول هن خمسة لغية وفاطمة أيضا بعض يقول أربع من بنات الإمام علي بعض يقول خمسة خديجة وزينب وفاطمة ورقية وأم كثوم خمسة من بنات الإمام علي من يضافها إلى بنات الإمام الحسين هناك مجموعة من بنات الحسين ليست فقط ساكينة كانت من هناك فاطمة وغيرها من الفواطم الاسم المحبل للهواشم هو فاطمة تيمنا بفاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام الذي كان يقول عليها الرسول أمي فاطمة بنت أسد التي أطعمتني قبل أن تطعم أبناءها وتكسيني قبل أن تكسي أبناءها وتدثرني قبل أن تدثر أبناءها أمنا بنت أهب ولدتني ولكن فاطمة بنت أسد أمي وذلك الرسول فعل معها ما لم يفعل مع أي إنسان أنه كفنها بقميصه ونام في قبره وهو يدعى اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي طبعا زوجة أبو طالب وهي ثالث من أسلم ثالث من أسلم يعني أول من أسلم علي خديجة فاطمة بنت أسد جعفر بن أبي طالب يعني يقول لك فلان فلان صدق أو غير لا لا يمكن العشرين والخمسة عشرين أولئك وبدأ في عائلته أصلا خالد بن العاص بن سعيد بن العاص الأموي الوحيد الذي رفضها الأمويين وكان مع بجوار إمام علي من ضمن العشر الأوائل خالد بن سعيد بن العاص هذا الرجل يختلف وكان عدوا لابن عمه عبد العاص وكان عدوا لكل هذا وحتى أنه رفض وقال لا أبايع إلا علي قالوا له علي قد بايا قال لا لن أبايع وبقى خالد بن سعيد بن العاص شخصية أموية ولكن الأموي الشريف الوحيد وأيضا بعده معاوية بن يزيد الذي رفض الحكم وقال أبي قتل أشرف الناس وجدي قاتل أشرف الناس فكفوا عني قلافتكم والله لست براضيا عنها فقتل مروة بن الحكم وبعده صار هو الخليف هذا أيضا كان للناس عليه الحل هذا شيء بالشيء المنذكر ذلك أحداثي يجي واحد يقول لك ماكو واحدة اسمها فاطمة بنت الإمام علي ليش ماكو واحدة فاطمة بنت الإمام علي أكو حدثين أنا ذكرتم في كتابي عن مزارات أهل البيت المجهولة في سوريا وحددت مكان فاطمة بنت الإمام علي تدفنت بالقرب في دارية أيضا قريبة حوالي 5 كيلومترين عن مقام السيدة زيند فاطمة بنت الإمام علي يقول لك ماكو فاطمة بنت الإمام علي لا أكو فاطمة بنت الإمام علي استشهدوا ثمانية أو سبعة من أبناء الإمام علي في معركة الطف أخوة الحسين من غيرها وأكثر تسعة عليت حال وهناك فاطمة بنت الإمام الحسين عليه السلام يعني هؤلاء بنت الإمام فاطمة الذي يذكرى ها فاطمة بنت الإمام علي عندما تم حرق الخيام جاء أحد الجنود الأمويين يضربها بمقبض الرمح وسقطت مغمى عليها فلم تصحوا إلا بعد أن أخذوهم سبايا إلى الكوفة هذا الحادث معروف فاطمة إغماءت فاطمة ابن الإمام علي حادثة أخرى لفاطمة ابن حسين عليه السلام وهي حادثة معروفة ومؤلمة وحتى من نوادر العرب صارت أنه أحد الجند الأموين عندما استشد كل الرجال وتم حرق الخيام جاء وأخذ الخلخال منها فجره وهو يبكي قالت له لماذا تبكي قال أنا أسرق ببنت رسول الله بنت رسول الله قاله إذن تركه قال لا سيأتي غيري لأخذه فأنا أحق به تلاحظ يبكي ومع ذلك يقولها أنا راح أخذه لأنه ما راح أخذ غير يأخذ هذه الحادثة أيضا معروفة حادثة معروفة يعني تذكرها نوادر العرب أيضا اسمها فاطمة ابن الحسين تلاحظ التاريخ يريد حتى أن يلغي مشاركة النساء وحتى يلغي أسماء أهل البيت يلغي فاطمة ابن الحسين ويلغي كثيرا من الشخصيات ولا يجعل لهن أي وجود واحدة من الأشياء التي حصرت التشويه معركة الطف المرأة ساهمت بالعكس المرأة ساهمت قتل الكثير من النساء في معركة الطف واحدة قتل زوجها فلا بتتحمل المنظر فحملت السيف وغارت فمسكها الحسين ولكنها فلتت وراحت قاتلت واستشدت امرأة أيضا واحدة شهدت بأن الشمر عندما حز رئيس الشريفة رئيس الإمام الحسين فغارت عليه بعامود فهو يسيره فضربها بسيفه فقطع رقابتها واحدة أيضا ثلاثة من النساء قتل في معركة الطف أيضا قاتل امرأة قتل زوجها زوجها فأراد ابنه جاء ولبس الدرع وأراد أن يقاتل قال الإمام الحسين ائذني بالقتل قال له لا أنت غلام وأمك ستتألم قال أم هي اللبسة للدرع فقال له لا اذهب إلى أمك ذهب طلع ابن الخيمة وراح يغير لأنه شاف جثة أبوه قدامه غار عليهم وقتلوا للطفل ذلك أطفال أيضا غير عبد الله المذبوح ابن الإمام الحسين عليه السلام ابن الرباب الذي كان أحضنهم فجاءه حرمل سهم لحرمل ونبحه أيضا واحد من الأطفال الذين استشدوا في باركة الطفل ليس فقط قدما نذكر شهداء الطفل نذكر طفلا واحدا هو عبد الله الرضيع وهي طبعا جريمة مهولة أن ترى الأم ابنها يذبح رضيع وبحضن أبيه ولكن أيضا خولة بنت الإمام الحسين جاءت في بعلبك أيضا كان طفلا رقية بنت الإمام الحسين التي ماتت صدمة عندما قدموا لها رأس أبيها أيضا طفلا المحسن ابن الإمام الحسين أحدى جوار الإمام الحسين قد جاءها المخاض وهي في الشهر السابع وهي جابوها أسيرة تمشي من الكوفة إلى الشام ففي جبل مارتة ماروثة هناك حصل الإجهاد ودفن هناك وسمى المحسن الحوراء زينا بسمته المحسن تيمنا بأخيها المحسن الذي مات وهو صغير يعني في بطن أمه والآن هو مزار عظيم ولدي كتاب عنه مزار النقطة في حلب كتبت كتبا عن مزارات أهل البيت المجهولة في حلب وأما بنعمة ربك فحد تحدث عن هؤلاء الأشخاص إذن هناك أطفال حوالي ستة أو سبعة استشهدوا في معركة الطفل وأيضا دور المرأسين أتحدث عنهم في حلقات قادمة ذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء معركة تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر